بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساء إلى مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للشؤون الاقتصادية الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز عثمان المخلافي وذلك بوفاة والدته الفاضلة وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمستشار المخلافي وعائلته الكريمة عن بالغ حزنه وعظيم مواساته بمصابهم الأليم سائلا لها أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميعا الصبر والسلوان